اشتركوا في القناة الانجازات المشهودة التي حققتها مملكة البحرين في مجال التصدي لكوفيد-19 جاءت بفضل الجهود الكبيرة التي تقوم بها الكوادر الطبية والتمريضية وكافة الجهات المساندة كل في موقع وهنا يستلزم منا جميعا البناء على هذه الانجازات لمواصلة التصدي لفيروس كورونا من خلال تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي لطالما شدد عليها الفريق الوطني الطبي والجهات المعنية حيث شهدنا في الفترة الأخيرة ارتفاعا في عداد الحالات القائمة عمليات تتبع أثر المخالطين بيّنت أن السبب الرئيس لهذا الارتفاع هو التجمعات العائلية وإقامة المناسبات وعدم الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصحية التي تمنع انتشار العدوى وهنا يقع على عاتق كل فرد في المجتمع الابتعاد عن التجمعات بكافة أشكالها والاستعادة عنها بوسائل التواصل الاجتماعي لتقليل عدد الحالات القائمة وعدد المخالطين وذلك للحد من انتشار الفيروس وجددت وزارة الصحة دعوة كافة أفراد المجتمع إلى ضرورة مراعاة الحيطة والحذر والتقيد بالتدابير الوقائية في التعامل مع كبار السن وأصحاب الأمراض الكامنة خصوصا في ظل سرعة انتشار فيروس كورونا المتحور مشددة على دور الفرد في حماية نفسه وأفراد أسرته ومجتمعه من الإصابة بالفيروس بالإضافة إلى التسجيل لأخذ اللقاح الآمن والفعال حفاظا على الصحة العامة هذا ويتطلب القضاء على الفيروس من الجميع الالتزام التام والتجاوب مع كافة التعليمات الصادرة من الجهات المعنية وذلك في سبيل الحد من انتشار الفيروس في المجتمع والعودة إلى الحياة الطبيعية بأسرع وقت ممكن ترجمة نانسي قنقر